مرحبا بكم مرحبا dimensi منكم اتبعوا معنا الطريقات جيدة كان يحتاجوا للحم دائما في هذا الطاجين كان يحتاج الى الرجل التي قوم بها الحوالية مرحبا الرجل كامل يعني كان قطعه مرصوات كبار وكان قطعه الحم مرصوات كبار لا يحتاج لسنقطعها مرصوات صغار لأنه لا يأس اما انهم يحتاج فقط البصلة. وهد جوج بصلة كبار. هنا عنا لاناناس للتخدير. هنا عنا السكار بجنا نحمر به لاناناس هذه السكار قد ينشمر به لاناناس. هنا عنا الزيت العود مخلطه بشويتي زيت المائدة. زيت الزيتون من خلطه مع زيت العادية النباتية ان شاء الله. هنا عنا شوية الزبدة غدي تخصنا لاناناس. ها الزبدة والسكار ولاناس هدو تلاتة به Lu adum الزيت سوف ندرها للطاجين لنا ها هي كان خوية في القاملة لدينا هنا قزبور قزبور ومعدنوس يعني الربيع قزبور ومعدنوس هنا هنا العطرية العطرية اللي كان نحتاج هما الملحة سكنجبير تحميرة البزار القرفة شوية ديالتومة فص ديالتومة فص ديالتومة بالنسبة لنا كان لحظة أن لدينا سيدة يقول لك أن ندر المرقع بلا بلا تحميرها مهمة الهضراء الإنسان يهضر يقول أنا ندره كل واحد يدر ذلك كل واحد يدر ذلك الذي لا يريد يدر تحميرها لا يريد يجرب طريقة هذه اللحم بالضبط يجرب طريقة في اللحم وكيف تأتي والحكم هو عند الأكل الحكم الناس الذين يدروا بالمائدة هؤلاء 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 أما نحكم عشوائيا هنا ندروا تحميرها لا تحميرها في الدواز لا تحميرها مهمة هذه العطرية بالضبط هؤلاء العطرية المميزين للطاجين لا يوجد لا يوجد العطرية ندروا قياسة هناك ملحة صغيرة عمرة معلقة صغيرة معلقة تقريبا هنا معلقة 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 هناك هذا ما يوجد ماء بطبيعة وعند نحمر في الفران لا يجب أن نقله دائما نقله في الفران لا يجب أن يكون نشف لا يجب أن يكون فيه الزيت صغيرة نأخذ اللحم نقوم بطنجرة لتنجرة ونقوم بطنجرة لمدة أن نقله فيها لا أقل ولا أكثر ونقلع نقوم بطريقة ونقوم بطريقة ونقوم بطريقة الحم اللحم نقوم بطيقة لنقوم بطريقة هناك ونقوم بطريقة لنضيف كامل من أوص لنقوم بطريقة لنضيف البطريقة بطريقة أنا لدي البطريقة لدي إجبال لنضيف لنقوم بطريقة نتخل الحم الحم فرفران ما بغيتوش هده يتقلب الزيت هناك نقليو اللحم ديانا نعطيوه هاد اللون لانا اللحم ديانا قصير جهال اللون دياله هناك نحديو اللون دياله كيفاش غادي يكون تقليا سنقليوه بش يعطينا داك اللون زوين وان شاء الله رحمن رحيم غادي نردوه للكوكوت ديانا باش نطيبوه غادي نقلعوه باش نديرو في الكوكوت ديالي مرحبا هناك نجيب الكوكوت ديالي كندير فيها اللحم باش نعطيه طيب مزيان قلينا دروك اللحم ديانا قليناها مزيان كنديروها في الكوكوت باش نحمروها باش نطيبوها مزيان مزيان ومنحب ديانا وهنا كنخوي المرقات ديالي وذيك البصلة اللي درنا هاد البصلة اللي كتشوفو فيها دروك سوف نضيف لحمنا لا سوف تبقى نهائيا يعني انه يضيف جيدا هنا نضيف الماء هذا الجبان قطعت فيها الربيع نضيف الماء لذلك الربيع نضيف جوز الجباب هذا جوز الجباب لا نضيف نضيف الماء كنضيف الكوكو نضيف الكوكو نضيفها نضيفها فوق البطاء نضيفها 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 نضيف طيب اكسبريس لكي يدرس لنأخذ بعض الزكار وضع بعض وضع بعض الزكار وضع بعض الزكار وضع بعض الزكار وضع بعض الزكار نضع نفسك لنأخذ الزكار من المضح وقوم بعمل وضع بعض الزكار وضع بعض الزكار وضع بعض الزكار سأضع بعض الزكار الانانس سوف نضيف القياس نحن هذا الحم باللوز و بالانانس لما لا يحمل الانانس سوف نضيف الحم الآخرين في القناة لا يستطيع الانانس نهائيا يستطيع الانانس هنا نضيف الانانس لنخرجه من المكان لانانس سوف يكون غليط من الذي نحمره يرجع الانانس لا يبقى غليط كما كان نضيفه ثلاث درجة من الذي يعطينا هذا اللون قليلا نقلبه نقلبه بحالة و مرة مرة نقلبه هنا نخرجه من هذا المدية يرجع الانانس جيدا يجب ان يحرقه و يجب ان يقلبه مرة مرة سوف يجب أن تبيع الانانس في الانانس و يجب ان تكونوا يجب ان يحطر حمرا يجب ان يغلق كان حمرو كان ناخدو لنص ديانا لكاريميلنزيا فوق العافيا كان ديرو له اللوز طريقة اللوز ديانا كنحمرو وطحنا كجاني قليس وياجد له شوية ديان اللوز فيه لان الانسان خصو يدير لاناناس ديالي خصواتها ديالوز من جيو الجهات على كو على لاناناس ديالنا كيرجع رقيق خرجنا من داك المديالو ديرو له اللوز مزيان وقنجدوه بما تبطلين الحم ديالنا ديما صوبهم اللي نسبو التاجين ديالكم يمكن لكم صوبو لاناناس بحالك لازج جاندو لاناناس هذا اللحم ديال ناناس للماجيش عند للاناناس إدير لحم الأخر اللي درنا داك الاسبوعين ترهزو أن نتاوى نفس طريقة غير هذا خضرناه بالاناناس هذا هو المهم ديالنا ناس ديالى كيلو ديالنا ناس الانسان يدير على حسب الطاقة دياله كين الغرف ديالنس كيلو الأخير يجب الانسان الغرف والسكيل يدر لهم شيء مشكل سمتدرنا بلا نعب نناص للنصوص التي لا تريد أن ترأس الناس ويجب نصوصها وينضغي نشعقه أليس ونجعلهcons inexperليات هذا هو الطبق النهائي باللحم للحمن من دكتراز العلي وللننس كما تشوفوا طيب التهوى وكنديره في اللز في الاخير كان غمسه في اللز من جهتين كنديره من هاتجهة ومن هاتجهة وكيجي للننس طيب مزيان انتمنكم ان شاء الله الرحمن الرحيم تجربوا الطاجين بهذه الطريقة ان شاء الله اللي قد يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا